وين اختفيتي انتي وين وين هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشن توزيل لهب طبعا بما انه معظمكم قال لي يصالح ابحث في موضوع كيرين يصالح ابحث في موضوع كيرين اكثر واكثر واكثر ففي هذا المقطع رح نتكلم عن كيرين واسباب اختفاءها وحياتها قبل عصابة دوتش وبعد انضمامها لعصابة دوتش فيلا نخش في المقطع بداية كيرين صراحة شخصية مريحة جدا ودائما ما تكون ايجابية حول الامور اللي تحدث لها واللي تحدث حولها احيانا تطلق الدعابات الفكاهية البسيطة على افراد العصابات واللي يعطي يعني جو مرح وفكاهي وجو ايجابي في المخيم لذلك كيرين كانت شخصية حبوبة جدا اولا كيرين جونز ولدت عام 1879 من اب وام طبيعيان وليس خارجان عن القانون كيرين كان لديها العديد من الاصدقاء والصديقات السيئين وهؤلاء الاصدقاء قاموا بجر وسحب كيرين لمجال السرقة والسطو وايضا قاموا بالعديد من السرقات البسيطة كسرقة مثلا احد الاشخاص المارين او سرقة الاحصنة وغيرها بعد ذلك صار الموضوع اكبر واكبر واكبر واصبحوا يسطون على محلات اماكن مهمة ليصبح الوضع بعد ذلك هواية واصبحت كيرين مبدعة فيه ومتخصصة فيه وسارقة احترافية وفي احد السرقات الكبيرة لهم السرقة لم تجري كما خطط لها لينتهي بهم المطاف بالهروب من مدينتهم والبدء في مكان جديد يعني كيرين اضطرت انها تترك عائلتها من اجل هذا المجال وفي احد الحانات التقت بدوتش وانضمت للعصابة وانضمت للعصابة عام 1899 ميلادي لتبدأ قصة جديدة وشابتر جديد من حياتها في العصابة كيرين انضمت لعصابة دوتش بخلفية كبيرة جدا في السرقات والسطو وتم الاعتناء بها وتطويرها من قبل افراد العصابة وتحديدا تم الاعتناء بها من قبل بيل ويليمسون ودوتش كيرين وتيلي جاكسون وماري بيث كانوا صديقات مقربات جدا من بعضهم البعض كيرين كان لديها بعض المشاكل مع مولي اوشي في احد المهمات وتحديدا المهمة اللي ارثر ياخذ فيها انكل والنساء لمدينة الفالنتاين في هذه المهمة ماري بيث اخبرت صديقاتها اذا بامكانها دعوة مولي اوشي معهم في الرحلة لترد كيرين قائلة مولي اوشي شايفة نفسها شخصية من طبقة عالية وما رح تنزل مستواها لنا طبعا لما ترجع للمخيم مرة ثاني وتنهي المهمة يعني مولي اوشي تبدأ نقاش حاد جدا بينها وبين كيرين وهذا اللي راح يدور بينهم اشتركوا في القناة طبعا صحيح في خلافات بين مولي اوشي وكيرين لكن ترى كيرين تحب مولي كثيرا لما ميسلس كريمشو تقتل مولي اوشي كيرين تخاصم كريمشو بشكل كبير جدا ورح تقول لها الكلام التالي ايضا كيرين هي المسؤولة الاولى عن اكبر سرقة بنك ناجحة في تاريخ العصابة واللي كان عائدها المالي عالي جدا وكان مفيد بشكل كبير للعصابة وافراد العصابة وايضا يعني كيرين كانت المسؤولة الاولى والقائدة الفعلية لتلك العملية يعني شفناها في البنك كانت توجه وكانت يعني قائدة لالافراد الموجودين في المهمة وكانت يعني لها طرقها وحيالها في التحايل على موظفي البنك فصراحة كيرين شخصية احترافية جدا وشخصية يعني عشرة على عشرة في التحايل والسرقة ايضا كيرين كانت تحب شون مكواير كثيرا وكان في العديد من لقطات الحب المتبادل بين الاثنين ايضا كيرين كانت تسكر وتحب الشراب بشكل كبير جدا طبعا بعد ما مات شون في مدينة رودز كيرين اصبحت محبطة واصيبت بمرض نفسي ومعنوياتها كانت سيئة جدا لانه الشخص الوحيد اللي كان مهتم بيها ومهتم بامرها مات بابشع الطرق للأسف لذلك اصيبت بمرض نفسي واصبحت تسكر بشكل كبير جدا وبشكل مفرط وواضح وصلت لدرجة انه الشراب اصبح يضرها ويضر صحتها سابقا انا قلت انه اخر ظهور لكيرين كان في المستنقع لكن اتضحت الامور وطلع انه اخر ظهور لها كان في اخر مخيم للعصابة بالقرب من مدينة الهوى الانس بيرغ وفي اثناء الشابتر الاخير للعبة كيرين تختفي ولا يوجد لها اي اثر ولا احد يذكرها بعد ذلك وايضا روكستار بنفسها ما ذكرت نهايتها او ايش صر لها يعني عرفنا نهايات كل افراد العصابة لكن كيرين ما تكلموا عنها ابدا وهذا يخلينا نطرح الاسئلة وين كيرين وايش مصيرها والان راح اعطيكم بعض الاحتمالات الممكنة لايش صار لكيرين الاحتمال الاول انها تركت العصابة بشكل كامل وخصوصا بعد توتر العلاقات في الشابتر الاخير ويقال انها ذهبت للمكسيك لبدء حياة جديدة بعيدا عن الاجرام لان كيرين ملت من الحياة الاجرامية اللي خسرت فيها اغلى ما تملك والدها وايضا خسرت حبيبها والعديد من اصدقاءها الغاليين عليها الاحتمال الثاني انها انضمت لعصابة جديدة وبدأت حياة جرامية جديدة ونسيت الماضي هذا الاحتمال غالبا غالبا موجود الاحتمال الثالث انها انتحرت الانتحار ممكن يكون احتمال كبير جدا لها لاسباب عديدة اولا تركت والدها لاسباب تافهة جدا الاحتمال الثاني حبيبها شون مات بابشع الطرق وصديقها ايضا اللي من عصابة كولم ايضا مات بابشع الطرق يعني راسه كان مفصول عن جسده وايضا صديقتها ولو بدرجة قليلة مولي اوشي تقتل بدم بارد امام اعينها ثم بعد ذلك صديقها الصدوق ارثر مورغين يموت ويفارق الحياة فالنفسية كانت جدا جدا تعبانة وادى ذلك الى الانتحار هذا الاحتمال موجود واحتمال قائم ونسبة يعني ممكن اربعين في المية هذا الاحتمال ممكن اللي صار لكيرين الاحتمال الرابع احتمال قوي جدا صراحة في احد اللقطات لما تقابل تيلي جاكسن في مدينة السان دينيس تكلمك وتاخذ وتعطي معاك وتتكلم عن العصابة وماذ العصابة لكن بعد ذلك تضطر انها تمشي بسبب انه الباص جاه عشان ياخذها بعدها تقولك انه راح تكلم معاك مستقبلا ورح نتواصل مع بعض وفي احد الرسائل من تيلي جاكسن تكلمت فيها عن جميع افراد العصابة وفضلهم الكبير عليها وانها ابدا ما راح تنساهم ذكرت في الرسالة كيرين وقالت انها ما سمعت عنها اي اخبار ابدا وانقطعت معلوماتها وتقول ايضا احتمال انه كيرين ماتت بسبب انها افرطت في الشراب لكن ذكرت بعد ذلك انها غير متأكدة من هذا الكلام فيعني ممكن تكون حية وممكن اللي هو ماتت بسبب افراطها في الشراب الاحتمال الخامس البعض تكلم عن احتمالية وجود ديالسي لسيدي ادلر كباونتي هنتر فممكن في هذا الديالسي نعرف نهاية كيرين او تظهر كيرين في الديالسي هذا ونعرف ايش صار لها بالضبط لانه فعلا شي غريب جدا روكستار قالت جميع نهايات افراد العصابة وذكرتها الا كيرين ما عرفنا عنها اي شيء وان دل على شيء فهذا يدل على وجود شيء كبير جدا مخفي لهذه الشخصية الاحتمال السادس الاحتمال السادس يعني نوعا ما بسيط لكن الاحتمال موجود البعض يقول انه عصابة المورفيز اكلين اللحوم قبضوا على كيرين وقتلوها وسووا منها كبسة زي اللهب لانه زي ما تعرفون اخر مخيم للعصابة كان تبع عصابة المورفيز فممكن يعني كيرين وهي تلفلف في المخيم سكرانه حالتها حالة ضاعت حصلوها المورفيز قتلوها واكلوها وكذا يكون اختفت عن الوجود ما نعرف عنها اي شيء طبعا هو احتمال نوعا ما في له خرافة لكن هو الاحتمال موجود لانه زي ما نعرف المورفيز اكلية لحوم مجانين طبعا هذه هي مسيرة كيرين جونز عرفنا بعض التفاصيل عنها وايضا عرفنا احتمالات نهاياتها فشاركونا في خانة التعليقات اي احتمالية تتوقعون انه فعلا صارت لكيرين جونز طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة